السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بيكو اه برحب بكل المشتركين معي في القناة وكمان برحب بالمشتركين الجداد معي بقولكو اهلا وسهلا بيكو وبقولك لو انت لسه جديد واول مرة تشوفنا تفضل اشترك وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد برج الاسد انت انت محطار شايفك شايفة طاقة بتاعتك محطار ومتلغبط ومتايه الفترة دي ومش عارف تقيم اي حاجة بشكل كويس او بطريقة مضبوطة اه كمان شايفة بعضوكو عندو حيرة بين شخصين مش عارف اي حكاية الحيرة بين شخصين برضو برج الحمل كان عندو حيرة بين شخصين انت عارف انت محتاج ايه انت محتاج تبعد وتقعد مع نفسك وتبص على مشاكلك والحاجات اللي انت محتار فيها تبص عليها من برا محتاج تخرج برا مشاكلك عشان تقدر تحدد انت عايز ايه زائد انك ممكن تستشير شخص انت تعرف ان عندو حكمة عشان يقدر يفيدك اه ولو مفيش يبقى انت اللي لازم تخرج نفسك من الحالة دي اه تخرج نفسك من الحالة دي بالطريقة اللي انا قلتلك عليها لو خرجت برا المشكلة وشفتها من فوق او شفتها من نظرة اعلى هتقدر تحلها هتقدر تشوف كل جوانبها متخطش نفسك جوة بعضكم هينهي علاقات والشهر ده بالذات العلاقات السيئة والمؤلمة والسامة انا شايفك هنا مش قادر اه في حاجة لازم تنتهي بس انت مش قادر تنهيها هي فعلا فيها عواقق كتير اه شايفك كمان اه شايفك خايف من خسارة ما تقدرش تتحملها بعد كده اه لكن الانسحاب والتفكير من بعيد بنظرة شاملة هتقدر تاخد القرار ان شاء الله انا شايفك عندك هموم عندك هموم كتير قوي غير العاطفة اه ومسئولية كبيرة شايفك شايل مسئولية كبيرة وتقيلة اه وبالذات المشاكل المادية رغم اني شايفة ان وضعك المادي ابتدى يتحسن وبقولك اني بشوية جهد انا شايفة ان شاء الله يتحسن للافضل اول الوضع اللي انت بتتمنيه لاني شايفة مسئولياتك واللي انت عايز تعمله اه ممكن نقول ان هو اكبر من الدخل اللي بيجيلك اه لكن انا شايفة ان انت رايح لتحسن للافضل ان شاء الله شوية مجهود بس كده اه برج الاسد في حب كتير شايفة حواليك من كزة شخص في محيطك بس وكأنك مش ملتفت اليوم خالص لكن احتمال الشخص اللي في بالك اه يعترف لك بحبه خلال الفترة دي انا شايفة بعضكم في وضع حب صامت ممكن يكون في اعتراف او تلميح كلال الشهر ده اه كمان انا شايفة ان الحب ده في شوية عوائق اه في حاجات تمنع تمنع انه يحصل ارتباط اه في شوية عوائق على قلق على خوف من رد فعلك يعني الطرف التاني ده احساسه احساسه ان في عقق كبير موجود في العلاقة هو كمان عنده قلق وخوف اه من الاعتراف بالحب ده خايف من رد فعلك انت كل ده احساس الطرف التاني زي ما قلت الطاقات الموجودة في القراءة شايفة الطاقة المائية نارية هوائية اه طبعا الطاقة زي ما قلت قبل كده هي غير البرج اه الطاقة يعني ممكن حد يكون مائي بس طاقته نارية في الفترة دي اه برج الاسد كمان في الفترة دي احذر من الخبثاء الحاقضين في محيطك وفي العمل وثبيتك اه خلي بالك من اي مكتسبات او انجازات حققتها اه اه عايز اقولك ما تتعاملش بساذجة ولا بحسن نية مع ناس انت عارف انهم مش بيحبو لك خير اه مش بحسن نية ان انت سيء الضامن بالنس لا لكن اه زي ما قلت او في وصفات الاول ان هي ممكن تتعاملش بشوية ساذجة او انك اه انك المشاكل اللي عندك كمان ممكن تخليك ما تبصش ما تبصش حواليك كويس او ما تشوفش مين بيحب مين بيكره كويس اه قلتلك قبل كده انك محض غيرة ومحض حسد اه بسبب اه نعم ربانية ربنا وهبهلك اه يعني انت ملكش ايد فيها حاول تصفي ذهنك اه تبعد عن اي افكار سلبية علشان اه لو حبست نفسك فافكارك دي مش هتقدر تاخد بالك من حاجات بتحصل حواليك اه حاجات بتحصل حواليك ممكن تضرك اه نرجع للناحية العاطفية نعرف الاول طاق طاق العاطفية انا شايفك عندك حماس في البداية جديدة اه لكن شايفة حيرة ممكن انت مع حد وبتفكر في حد تاني بسبب بعض الطرف اه اللي انت معيه او تجاه له المشاعرك اه انا شايفة تفكير في الشخص ده من ناحيتك اولا هي في الغالب هتكون من علاقة زواج او علاقة قوية استمرت لسنين اه هو بيشوف فيك صفاتك يا برج الاسد يعني هو شايف فيك كل صفاتك بيشوفك قوي بيشوفك قائد بيشوفك عندك كريزمة عالية كمان بيشوفك اه ناجح في حياتك او بتعرف ازاي تنجح في اي اه في اي حاجة انت عايزت اعملها اه اللي مش بيعجبه فيك ثواني اه اه انا بقولك هو فعلا بيخاف منك اللي مش بيعجبه فيك هو انك ممكن تنهي العلاقة في اي وقت برغم الحب الكبير اللي بيشوفه منك لكن مش بيتطمن لك انت عند يعني انت عند اي خطأ اه ممكن تهد المعبد علي فيه هو بيشوفك عامل كده كمان هو بيشوفك مزاجك متقلب يعني ودي فعلا انتقتك يا برج الاسد طيب نشوف ايه اخبار العلاقة انا شايفة العلاقة فيها زعل كبير في علاقات عند بعضك وطبعا شايفة فيه علاقات فيها زعل كبير ومشاكل كتير عند البعض انتصال شايفة فيه احساس بالندم يعني بصراحة انا شايفة احساس الزعل كتير قوي كأن اللي حصل ما كانش سهل او فضل يتراكم او تتراكم احديث كتير مرت بالعلاقة دي لحد ما بقى الموضوع كبير كبير اللي بتقلبوك وانتو اللي اتنين انا شايفة ان انت اللي مجروح هو كمان زعلين بس اعتقد ان هو اللي زعلك بسبب اني شايفة السيوف في قلبك انت مش هو للبعض احتمال وجود طرف تالت بس ممكن الطرف التالت ده زي ما شفت في الاول ممكن الطرف التالت ده عندك انت يا برج الاسد لان في بداية القراءة زي ما قلتلك انا شايفة ان انت اللي محتار بين شخصين بس هنا في الكارت ده بيقولك ان الامور هتتحسن وان ان شاء الله الحزن اللي انت حاسس به دلوقتي هيروح مع الوقت الطرف التاني هو حاسس ان هو مهزوم مهزوم وتعبان قوي ده بالنسبة للمنفصلين طب ثواني نشوف هو يامل ايه انا شايفة هنا اللي ظهر لي هو شخص مخادع عند البعض طبعا يعني كل حد عارف القصة بتاعته ايه انا شايفة هنا ان انت تعملت مع شخص مخادع هو خدعك اكتر من مرة وبعدها هو بعد يعني بعد ما خدع اكتر من مرة بعد اه وتقريبا بعده ده لانه حاسس ان شكله بقى وحش قوي يعني ما عندهش حلول ولا ولا عنده حاجة يقدم هيلك انت نوعا ما شايفك يا برج الاساس اتعودت على الوضع ده او اتعودت غيبه يعني انا شايفة القلم اللي كان في البداية ابتدى ابتدى يقل بعضكم اه شايفك وجهت تذكيرك لحاجات تانية اه اه يعني شايفك ابتدى تتحقق حاجات تانية ابتدى تتحقق منها انجازات ابتدى تتحقق منها نجاحات اه بعضكم ممكن وجه طاقته افكاره لبزنس ممكن بزنس قدرت تنجح فيه اه لكن من وقت الالتاني لما بتفتكر بتدعب انا شايفة لبعضكم الحبيب عايز يرجع بس انا شايفة هنا عنده طاقة خوف عالية جدا هو خايف ولو مش متجاوزين هو عايز يتجاوزك اه هو في دماغه مستعد يعمل اي حاجة عشان عشان تقبله اه انا شايفة عند البعض هو غضر بيك وهو اتغضر بيه اه هو كل تذكيره في الطريقة يعني في الطريقة اللي هو يرجعلك بيها يتكلم ازاي يجبها ازاي يقول ايه اه هو وصلك انك مش هتصدقه تاني ممكن يكون خداع حصل اكتر من مرة هو وصلك انك مش هتصدقه تاني بس هو بيحاول يلفت نظرك الفترة دي اه يلفت نظرك ليه بطرق تانية اه لاني شايفة بيحاول يبينلك انه كويس انه بقى ملتزم اه مثلا اه اه لو ما كانش بيشتغل يبينلك انه هو بقى بيشتغل اه لو ما كانش ناجح يبينلك انه هو بقى ناجح اه بس الطرق غير مباشرة اه ممكن عن طريق السوشيال ميديا اه او عن طريق ان حد يوصل لك اخباره المهم هي طريقة مش مباشرة بس انا شايفة كتير منكم اه بصص لقدام مش عايز يرجع للموادي تاني بالعكس انت عايز تنتهي من الموادي خالص اه انت من الواضح عندك اه عندك منه مشاكل نفسية في مشاكل نفسية قوية حصلت عندك يا برج الاسد انت عايز تستشفي منها وكأنك بتعيش اه سعادة مزيفة يعني بتضحك بس مش من قلبك بتفرح بس مش من قلبك اه اه عايش في السعادة مزيفة يعني عشان تطلع من الحالة النفسية السيئة اللي انت فيها اه ثويني نفتح هنا نشوف اللي فيه ما بعد ايه اه برج الاسد اتفاق الخير اه يعني ما شاء الله اتفاق الخير انت عندك اه عندك فرحة حقيقية مش مزيفة بقى عندك فرحة حقيقية جاية اه كمان انا شايف لناحية العملية اه فيه تقدم متميز ونجح اه شايفة انك اه بتستعيد نفسك تاني اه لكن الناحية العطفية انا شايفها منقسم عن اتنين ازي ما قلت الناحية العملية انا شايفة فيها نجح وتقدم متميز كبير جدا ان شاء الله في الفترة ونطرحات انت العاطفية زي ما قلت منقسم عن اتنين بعضكم في انفصال والبعض في علاقة ثلاثية أو محتار بين شخصين وهنتكلم عن الحالة العاطفية البرج الأسد بالتفصيل في فيديو منفصل إن شاء الله كمان شايف بعضكم بيفكر في سفر أنا كمان هعمل لك الناحية الصحية الناحية الصحية البرج الأسد بعضكم عنده مشكلة في الرقبة من الخلف من الناحية اليمين عضلة الرقبة ده عند البعض طبعا منكم عضلة الرقبة بتقلمك جدا ممكن ما اتعرفش تنايم منها كمان بعضكم عنده مشكلة مش اتدر القفة تستدري نفسه بتحسوا إن العظم بتاعه نفسه هو اللي بيقلمكم بس أنا شايفها مشكلة بسيطة يعني ممكن بسبب بسبب تكييف بسبب جاوب تالو حاجة ديك مشكلة بسيطة لكن ممكن البعض لو عايز يستشير طبيب يستشير طبيب عشان يتطمن على نفسه أكثر هسحب ستة كارت طاقة عامة ليك يا برج الأسد ودي هداية مني ليكوا لكل برج يعني هشوفو هداية مني ليكوا في القناة في القراءة بتاعة الشهر ده وهعملها مع كل الأبراج بإذن الله برج الأسد بإذن الله إن شاء الله بعد مرور شهر عندك نصر وعندك استقرار بس نقول يا رب ونظف الطاقة حوالينا ونبعد عن الأفكار السربية هيحصل عندك بعد الشهر ده إن شاء الله بإذن الله تغيرات إيجابية في نواحي كثير في حياتك والموضوع هيعلى بالتدريج يعني بالتدريج هيعلى للأفضل والأفضل والأفضل إن شاء الله عايز أذكركم بالصدقة الصدقة يا برج الأسد لأي حاجة عايزها تتم في حياتك تصدق ودي عن تجربة شخصية في الفترة اللي جاية برج الأسد إنت هتكون سيد قرارك هيكون عندك قدرة إنك إنت اللي تتوجه الأوامر والكل هيكون بيسمع من الواضح عندي هنا إن مر عليك وقت وكنت فيه ضعيف كنت فيه ضعيف وبتحس بالقلق والخوف وده خلى ناس تدخل في حياتك أو يكون ليها كلمة في قرارات مصرية تخص حياتك الفترة اللي جاية مش هيحصل ده تاني أنا شايفة إن إنت اللي هتحدد كل حاجة تخص حياتك أنت اللي هتاخذ كل قرارات مصرية تخصك في حياتك بعضكم كمان شايفة انتظار مولود جديد أو احتمال حدوث حمل بإذن الله كمان دخولك على مرحلة جديدة تماماً في حياتك كمان برج الأسد من دلوقتي والآخر السنة احتمال عندك دخول شخص جديد في حياتك ممكن يكون صديق ممكن يكون حبيب الشخص ده هيساعدك إنك تتخط حاجات كتير سيئة حصلت لك في حياتك وممكن تكون كنت تعرفه قبل كده وضاعد يعني ضاعدته عن بعض وهتشوفه بعض التين كمان ممكن أقولك إنك عندك اتصال عندك اتصال سريع أو خبر سعيد انت مش متوقع بإذن الله بالتوفيق إن شاء الله استنوني في القراءة العاطفية المواريد برج الأسد في الفترة اللي جاية وما تنسوش الاشتراك موسيقى موسيقى موسيقى